اهلا بكم من جديد وتحذير من قرب وصول متحور كراكن الى الاردن حيث الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاص الامراض الصدرية والتنفسية حذر اليوم الثلاثاء من ظهور وانتشار احد المتحورات الفرعية من اوميكرون الجديد اللي هو XBB105 واسمه كراكن الذي ضرب 30 دولة في العالم حسب تصريحاتها الطبيب وبوصفه سريع الانتشار واكثر المتحورات عدوى ايضا الطراونة قال انه المتحور الجديد اللي ظهر مؤخرا في الولايات المتحدة سمي بالمتحور الامريكي واطلق عليه العالم الكندي كراكن اسمه مشيرا الى انه في الاسبوعين الاخيرين من العام الماضي رفع نسبة الاصابات حوالي 30% ويشكل حاليا 40% من نسبة الاصابات في الولايات المتحدة الامريكية اضافة الطراونة انه منظمة الصحة العالمية اصدر التحذير بشأنها المتحور مشير الى انه يصيب الجهاز التنفسي العلوي وتتمثل اعراضه في زكام وعطاس وسعال وآلام في الحلق بالاضافة الى ارتفاع في درجات الحرارة لا وجود حتى الان معلومات او ادلة عن شدة الحالة المرضية اللي بيحدثها هالمتحور الطراونة حذر كما قلنا من قرب وصوله الى الاردن ودول المنطقة حيث ان اخر دولة انتشر فيها كانت الكويت ومضيفا الى ان الحالة الوبائية في المنطقة العربية بشكل عام الان مستقرة من حيث اعداد الاصابات والادخالات والمراجعات والوفيات ولفت الى اننا مرتبطون في الوضع الصحي عالميا واقليميا وطالما هناك انتقال وسفر وفتح لخطوط الطيران والمعابر فانه من السهل وصوله الى اي بقعة في العالم وشدد طبعا على متابعة التحديثات والاحصائيات عالميا وايضا هي واجب المركز الوطني للأوبئة ليضع التوصيات واستراتيجيات لمجابهة اي تهديد صحي طبعا دعا وزارة الصحي لزيادة عدد الفحوصات ونبه الى ضرورة التشخيص المبكر والعلاج المبكر وزيرة التنمية مشاهدينا وفاء بني مصطفى تصرح ان التسول في الاردن صار مهنة واحد ارباب الاسر تم ضبطهم يتسولون قام باستغلال طفله بتركيب كيس عصير يهدف طبعا من خلال ابنه للحصول على المال واستعطاف المواطنين واحنا ذكرنا هالقصة في واحدة من مختاراتنا في احدى حلقاتنا قلنا انه هذا الاب بيستغل ابنه بوضع هذا الكيس حتى يوهم الناس انه هذا كيس بول اجلكم الله وانه ابنه مريض فكان بيتسول عن طريق ابنه وهذه الحالة المرضية تابعت انه برنامج الدعم النقدي الموحد بيستفيد منه 120 الف اسرة في الاردن بكلفة 240 مليون دينار سنويا بني مصطفى طبعا اكدت انه صندوق المعونة الوطنية لا يقلل من احتياج اي اسرة الا ان الموارد المحددة له تحتم عليه النظر في الاسر الاشد فقرا يعني احنا عم نحكي عن وزارة التنمية تعيل 120 الف اسرة ما ننسى انه في مراكز ايضا تساهم في تقديم المساعدات والرواتب الشهرية للايتام والفقراء والمساعدات العينية اذا عدد كبير صراحة من الاسر في الاردن بتعاني من الفقر الشديد واشارت الى انه الوزارة نجحت في ضبط التسول بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والسلطة القضائية معتبرة انه على المواطنين دور كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة طبعا احنا لسنا مع ابدا انه يكون التسول يصير حرفة وانه المحتاج وغير المحتاج يلجأ الى هذه الموضوع التسول لكن بالتأكيد يجب ان يكون هناك سياسات ترفع من دخل المواطن ومن حالة المعيشية السيئة اللي قد تؤدي الى انه فعلا الناس ابدا عمرها ما تخيلت انها تلجأ لهذا الاسلوب لكن للأسف ضاقت بهم سبل العيش فصاروا بيلجأوا لهذا الاسلوب مع انها غير مبررة ابدا طبعا احنا كمان بدورنا الاصل انه احنا نراعي ونبحث من الناس فعلا التي تستحق انه انساعدها ونتصدق ونعطي ونتكافل وما يستعطفنا ابدا مثل هاي الحالات حتى انه احنا ما نشجع كمان في انتشار ظاهرة التسول اذا مشاهدينا الكشف عن موعد طرح جهاز يوفر البنزين في الاردن خبر مهم حيث كشف المهندس جمال ابو عبيد عن موعد تصنيع كي اتش فور الاختراع الاردني الذي يخفض من استهلاك البنزين في المركبات الى حد النصف تقريبا اعلن الدكتور المهندس ياسر آل خطاب عن هالاكتشاف اواخر العام الماضي وقال ابو عبيد في تصريحات خاصة انه يوم غد اللي هو عفوا اليوم يوم الثلاثاء هو موعد تصنيع جهاز كي اتش فور يعني هذا الخبر كان ورد بالامس لكن اليوم هو موعد بداية تصنيعه اللي بيعمل على تنظيم عملية احتراق البنزين داخل حجرة المحرك دون اي تأثيرات جانبية على اداء وقوة المحرك واضاف انه سيتم العمل على طرحه في الاسواق بداية الاسبوع المقبل مشيرا الى ان الجهاز يعمل على كل سيارات البنزين حيث انه تم التجربته على عدد كبير من السيارات اشار ابو عبيد الى انه لم تعرض اي شركة سيارات في العالم شراء الاختراع متابعا انه الفريق يستبشر خيرا وتابع ان الفريق سيولين عن مواعيد واماكن تركيب الجهاز في العاصمة عمان مشيرا الى ان ثمن الجهاز يصل الى 350 دينار في الوقت الحال يعني مش كتير اذا بده يوفر تقريبا نصف استهلاك السيارة من البنزين ومش اخسارة انه نشجع هالاختراع او هالاكتشاف الاردني اذا بالتوفيق للفريق اللي بده يصنع هالجهاز ويتم طرحه في الاسواق تقرير مشاهدينا تحت عنوان البقاء للاغنى اثرا 55 اردني بيملكوا ثروة فوق باربعة ونص اضعاف ثروة نصف الاردنيين وخمس الاف وخمسمية وخمس وخمسين اردني يملكون اكثر من 13 الف عقار في دبي يعني احنا كنا نحكي عن التسول وعن الاسر اللي بتحتاج لمساعدات وبالمقابلة منحكي عن عدد هائل من الاغنياء اللي بيمتلكوا ثروة كبيرة جدا تعادل اربع ونص اضعاف ثروة نصف الاردنيين تخيلوا اذا كشف تقرير جديد نشرته منظمة اوكسفا انه اغنى واحد بالمية من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة اللي بتبلغ قيمتها 42 تريليون دولار واللي جمعت منذ عام 2020 اي ان ضعف الاموال اللي كسبها 7 مليارات شخص بشكله 99% من سكان العالم خلال العقد الماضي استحوذ اغنى واحد بالمية من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة شوفوا الظلم مشاهدينا في توزيع وتقسيم الثروات والاموال حيث انه واحد بالمية بيمتلكوا اكتر من نصف العالم من المال ونشر تقرير البقاء للاغنى في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا حيث تتجمع النخب في منتجع التزلج السويسري مع تزايد الثروات الطائلة والفقر المطقع فيه انا معا لأول مرة منذ 25 عام اصحاب المليارات شهدوا تزايد غير عادي لثرواتهم وكما قلنا خلال سنوات الجائحة وازمة كلفة المعيشة عام 2022 استحوذ واحد بالمية من البشر على 26 تريليون دولار 63% من جميع الثروات الجديدة بينما يعاني عدد كبير من سكان العالم من الفقر والجوع لدرجة الموت جوعا في الوقت نفسه طبعا يعيش مليار وسبعمائة مليون عامل وعامل على الاقل في بلدان يتجاوز فيها التضخم وعدلات نمو الأجور يعاني اكثر من 820 مليون شخص اي ما يقارب واحد من كل عشر اشخاص على وجه الارض من الجوع تخيلوا يعني مشاهدين ارقام مهولة ومذهلة ولا نقطيل في الخبر ولا نقرأ كل التفاصيل الخبر طويل جدا وفيه ارقام مرعبة ما اعدل الاسلام وما اسمحه ما اعدل الاسلام لما يفرض الزكاة على الغني ويفرض عليه ان يدفع للفقير ويعني التكافل الاجتماعي في الاسلام والصطدقات اللي بتقلل من عدد الفقراء ان نصل في مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي انه يروح المتصدق يدور على فقير ما يلاقي هذه هي سماحة الاسلام بينما يعاني الناس الان من الجوع والفقر والاغنياء عايشين في عالم اخر طبعا الحلول من ضمن الحلول اللي وضعها المسؤولين عن هالدراسات قالوا انه لازم يكون في فرض ضرائب مضاعفة على الاغنياء واصحاب الاموال حتى يتم توزيع الثروات بعدالة يعني مشاهدين لكم ان تعلقوا على الخبر وان يعني تسرحوا بخيالكم بها الارقام وترجعوا لموجودة على المواقع الاخبارية الارقام اللي اوردت جزء منها لا تعرفوا قديش ديننا دين عظيم وقديش ديننا فعلا يهدف من خلال التشريعات الى العدالة بين الناس كان الله في العون اذا هذا مشاهدين حول توزيع الثروات واعداد الاغنياء وفي الاردن ايضا في ارقام انا ذكرت جزء منها موجودة في الخبر سكان بلدة في الباكستان بينقلوا الغاز الطبيعي في اكياس بلاستيكية يا فرحتنا تخيلوا يعني لما يكون واحد حامل غاز يعني سريع الاشتعال بكيس بلاستيكي وهذا اللي بيحصل عند سكان قرية في الباكستان يحمل السكان المحليون الغاز الطبيعي المخزن في اكياس بلاستيكية في مدينة باندا داودشاه في الباكستان وعثر على الغاز في الحقول عن طريق الصدفة ولم يستكشف بالطريقة التقليدية عبر اعمال الحفر الضخمة الاكياس اللي بينقلها الناس بشكل مرح كمنطات طائر تتسبب في كثير من الاحيان في وقوع حوادث خطيرة قد تؤدي الى الوفيات والاصابات يعني احيانا الانسان الحاجة بتجبره انه يعمل اشياء يعني قد تشكل خطورة على حياته فهم وجدوا انه الغاز كونه يعني متاح وبيعبوه باكياس وببيعوه بينقلوهما على اكتافهم او على رؤسهم الله يحفظهم ويحفظ الجميع اذا مشاهدين الى هنا نكون وصلنا الى نهاية اول فقرة من فقراتنا نتمنى تكون مختاراتنا اليوم نالت اعجابكم خليكم معنا حنكون مع الاستاذة سنة السالم ومعنا اسم الله المانع فمتابعة طيبة اشتركوا في القناة